تاريخ مشارفة دكتور الله الله يبرك فيك بس أنا الآن مهمتي الرئيسية رئيس شبكة الوعي العربي وإحنا الحياة كلنا محتاجين الوعي الحياة قضيتنا قضية الأساسية في علامنا العربي هي الوعي الحقيقي تمام لا يمكن أبدا أن يكون الحوار سياسيا دون أن نبدأ بأحداث 7 أكتوبر كيف رأيت ما جرى في 7 أكتوبر 7 أكتوبر حدث مركزي حدث مفصلي وربما سيؤرخ المؤرخون والباحثون والمراقبون القضية الفلسطينية ووضع المنطقة ويتحدثون ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر طبعا فيه نقلة نوعية نقلة نوعية لأنه ضرب مفهوم الردع الإسرائيلي في العمق الدولة التي لا تقهر والجيش الذي لا يهزم فعلا هزم يوم 7 أكتوبر ضربة كبيرة ما زالت دولة الاحتلال تعاني من تبعاتها إلى حد الآن وتدخلها العسكري أو محاولة الأحرى عدوانة على غزة هو محاولة لتدارك مواقع يوم 7 أكتوبر لتحول الهزيمة إلى نصر ولكنها ذاهب إليه هزيمة ثانية فبالتأكيد هي ضربة موجعة تلقتها دولة الاحتلال نعم أحيانا طبعا نحن نتابع أخبار غزة يوما بيوما أحيانا البعض يعني يتهمني بأنني أبالغ أنا على المستوى الشخصي حينما أتحدث أن ما جرى في 7 أكتوبر هو مقدمة لزوال هذا الكامل قال رئيس الوزراء البريطاني أن ما جرى في 7 أكتوبر هو ضربة لمفهوم الدولة الإسرائيلية باعتبارها أنها الملجأ الآمن لليهود في العالم هل ترى أن الحديث عن زوال إسرائيل باعتبار أن خسرت معركة الرأي العام العالمي خسرت معركة الإعلام خسرت المعركة العسكرية على الأرض الآن هناك هجرة عكسية تحدث لأول مرة من إسرائيل لنخارج عكس ما كان يجري هل ترى أن هذا يمكن أن نعتبرها مقدمة لزوال الكيان أم أنها مجرد انكسارات للحزيمة العسكرية التي تلقاها الكيان في 7 أكتوبر هي ضربة موجعة ممكن أن تؤدي لزوال الكيان ولذلكم الإسرائيون نفسهم القيادات السياسية والعسكرية حولوا هذه الحرب إلى حرب وجودية يقولون نحن نخوض معركة وجود يعني ممكن أن يكون لها ما بعدها في ضربة ما تنتهي هذه الحرب إلى هزيمة ماحقة لإسرائيل من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية وسيكون لها ما بعدها إذا ركبنا المشهد العام طبيعي جدا إسرائيل تواجه صعوبات الميدان تتجه نحو هزيمة عسكرية محقة وتقدير كل مؤشرات كل علامة الهزيمة قائمة اليوم يعني في غزة بسبب عدوانهم وتورطهم في قتل المدنيين وصمود الفلسطينيين الأسطوري في حقيقة الأمر يضاف إلى ذلك التفكك الداخلي حالة الاستقطاب الداخلي بين السياسيين والعسكريين وبين مختلف التيارات داخل إسرائيل ثم المعطى الدولي مهم جدا يعني في نهاية المطاف وجود رأي عام دولي مساند القضية الفلسطينية وصار منتبه حقيقة أن هذه دولة أبرتايد بيتم معنى كلمة دولة يعني تمييز عن سوريا وديني وتمارس الإجرام المنظم وحرب الإبادة الجماعية فبالتأكيد إسرائيل خسرت على جميع الأسعاد يضاف إلى ذلك تركيبة إسرائيل هي أصلا مصنوعة ومفروضة على المنطقة يعني هي جسم غريب في محيط عربي إسلامي يعني مدعوم بقوة الأساطين بقوة البوارج الحربية الدعم العسكري والسياسي والاستراتيجي الغربي ولكن إلى متى سيستمر هذا الدعم بالتأكيد إسرائيل توجه صعوبات وجودية تمس وجودها في المنطقة طيب نأخذ كلمة الدعم طبع الحقيقة أنا ريد أتحدث في كل جوانب ما يجري في غزة هنتكلم على فصائل المقاومة وحماس وخطابها السياسي وخطابها العسكري وهنتحدث عن مواقف العربية وهنتحدث عن المواقف الإقليمية لا بد من تفصيص الموقف بشكل كامل لكن بخصوص الدعم الدعم المطلق الذي تتلقاه إسرائيل هو من الكيان الأمريكي من الولايات المتحدة بالأساس النهاردة بلينكلين موجود في تركيا كما تعلم حضرتك يعني هل ترى أن الموقف الأمريكي تغير خلال التسعين يوم الماضية؟ ليس بعد يعني ربما تغيرات وخلافات في التكتيكات وليست اختلافات في الاستراتيجية والخيارات الكبرى لأن حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في هذه الحرب من خلال يعني مدها بالسلاح يعني خط جوي مفتوح يزودها بكل أنواع الأسلحة الذكية والغبية والذخيرة دعم مالي أيضا بجرة قلم يعني أخذت إسرائيل في ضربة واحدة تقريب 14 مليار دولار زيادة على المساعدات والدعم المالي يعني بأنواعه وبأشكالها المختلفة التي تدفع من جيوب يعني دافع الضرائب يعني تنفق من جيوب دافع الضرائب الأمريكي حماية سياسية في مجلس الأمن الدولي في مدة وجيزة تقريب الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت لمرتين حق الفيتو وحق النقض إذا احتسبنا أيضا مرة ثالثة تعديل البيان للجلسة العامة لمجلس الأمم المتحدة يعني التعديلات الكثيرة التي طرأت على البيان بسبب التدخل الأمريكي فيمكن أن يقال هذا يعني استخدام فيتو يعني في مدة وجيزة خلال يعني مدة الحرب استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة مرات حق الفيتو إذن فهو دعم مفتوح تقديرا زيارة بلينكن هي محاولة لإنقاذ الحريف الإسرائيلي وإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الورطة إسرائيل لم تحقق شيئا من أهدافها يعني الأهداف المعلنة إلى حد الآن هدفين رئيسيين الهدف الأول هو القضاء على المقاومة القضاء على حماس وما يسمونه البنية الأساسية للإرهاب بتعبيرهم والهدف الثاني استرجاع الأسرى بقوة السرح ولكن لم يتحقق شيئا من ذلك وليس هناك مؤشرات على أرض الواقع تقول بأن إسرائيل ستحقق هدافذا فهي ذاهبة إلى هزيمة بلينكن جاء في إطار الترتيبات السياسية لمرحلة مابعة غزة التي تعسرت إلى حد الآن ثم لمحاولة الإنقاذ إسرائيل من الورطة التي وضعت فيها نفسها لكن دكتور بالتأكيد هروح لفكرة محاولة نتنياهو جر أمريكا إلى حرب إقليمية واسعة لكن أنا برضو باعتمار حذك التوازير الخارجية لا بد أن أرى أن هناك فريقا بين تصريح بلينكن الأول والذي قاله حينما جاء صهيونيا أو جاء يهوديا إلى إسرائيل من تصريحاته اليوم صحيح ألا تنم هذه الفجوة بين التصريحين على أن هناك تغييرا ما في الموقف هناك تعديل بسبب الهزيمة الهزيمة الإسرائيلية الأمريكية في حق الامر يجب أن يقال هذه هزيمة أمريكية أيضا يعني في البداية الإفورية ذلك الحماسة لجاء رجال الإدارة الأمريكية بما في ذلك وزير الخارجية اللي يتمجح قولنات المنطقة ليس كوزير خارجية أمريكا فقط بل كيهودي يعني اختفت هذه اللغة الآن وصارت فيه لغة أخرى لأنه فعلا هم يشعرون أنها ورطة كبيرة لا مخرج منها كانوا يتصورون أن إسرائيل بالقوة النارية الهائلة التي تتمطع بها وبسبب مستوى الدعم الأمريكي الغير محدود وغير مشروط ستحقق أهداف العسكرية ربما في أربعة تسابيع خمسة تسابيع الآن تجاوزنا الشهر الثالث لم تنجز شيء سوى قتل النساء والأطفال يعني ربما عدد الشهداء الآن يقرب من الثلاثين ألف إذا احتسبنا المفقودين تحت أنقاض المباني لحد لا لم يتم استخراجهم فهي هزيمة محقة بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تشعرنا به ورطة أيضا قوس الأزمة يتسع يوم بعد يوم الاستراتيجي الأمريكي والتاكسيك الأمريكي بالأحرقاء مع عدم توسيع هذه الحرب يعني لا تتحول من حالة داخلية حالة فلسطينية لحالة إقليمية عربية هل دست تسجاحك دكتور؟ لأن هناك عراء بتقول أن أمريكا تقول ذلك ولا تمال من توسيع الحرب لا ترغب في توسيع الحرب لسبب رئيسي عند تحديات استراتيجية كبرى الخطر الرئيسي الآن هو الصعود الصيني وإمكانية مورد العسكرية كلها موجهة إلى بحر الجنوب في الصين وجنوب شرق آسيا ولذلك تورطها في منطقة الشرق الأوسط هو تحريف للسراتيجية العام ولكن نتنياهو إسرائيل تعمل على توريط أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وربما تنجح في ذلك مثل ما حصل في سنوات في العقود السابقة يعني تدخل أمريكي مثلا في العراق احتلال العراق لم يكن في حقيقة الأمر يعبر عن مصلحة أمريكية والسراتيجية أمريكية هو محاولة إسرائيلية وبالعكس مشروع إسرائيلي لطوريط أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال احتلال بلد عربي وتفكيك بنتو الأساسية وضرب قتوة العسكرية لصالح أجندة إسرائيلية تنظر المنطقة أن هذه يجب أن تكون مفككة ومبعثرة بما يتيح لدولة الاحتلال السيطرة على منطقة الشرق الأوسط لكن هنا فرق يا دكتور هو فرق بين المشروع الإسرائيلي أنا أتفق معك أن احتلال وتدمير القدرات العراقية كان لمصلحة القدرات الإسرائيلية لكن هناك فرق الآن أن المشروع لم يكن مشروعا وطنيا إسرائيليا وأنه مشروع شخصي لنتنياهو يعني الجانية يتحدث الآن على أن نتنياهو يحاول البقاء في السلطة عبر إطالة أمد الحرب وعبر التغرير بالشريك الأمريكي في الحرب وما قام به من قتل صالح العروري رحمة الله عليه وما فعله في إيران وما فعله في العراق خلال الأيام الماضية هي محاولة لطورية أمريكا هل أمريكا بعد قراءة هذا المشهد يمكن أن تتورط خدمة لنتنياهو أو للمشروع الشخصي لنتنياهو؟ هو في شعور طبعا لدى صانع القرار لأمريكا أن إسرائيل وخاصة نتنياهو يعني يحاول أن يورطهم في منطقة الشرق الأوسط وفي يعني قوس أزمات أوسع تحقيق لأجنده الشخصية والمشكلة الآن الحاصل في إسرائيل في دولة الاحتلال يعني تحولت إلى حالة عربية يعني في تداخل بين الدولة والجانب الشخصي أجندة نتنياهو الآن يفرض على دولة الاحتلال نتنياهو ألب العربي صحيح تحول إلى حاكم عربي تحول إلى حاكم عربي يريد أن يخضع الدولة دولة في إسرائيل بمؤسسات وهيكلها جهاز المخابرات جهاز الجيش لصالح الأجندة الشخصية وما هي الأجندة الشخصية؟ أن ينقذ رأسه من المحاكمات نعم بسبب فساده وبسبب يعني وفشل 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 وكتوبه ثم يعني بسبب طورته في الحرب رأينا الملاسنات والصراعات صارت الآن في المجلس الوزاري في الكابينت يعني مجلس الحرب الذي انشكلته دولة الاحتلال صارت ملاسنات يعني وصراع مفتوح والآن انتقل الأمر إلى وسائل الإعلام يعني ملاسنات وجدل في وسائل الإعلام طبعا أمريكا تشعر بهذا ولذلك تريد أن تأخذ مسافة وتقديري أن التعقيب لبعض القيادات العسكرية على نتنياهو بالتأكيد فيها أجندة أمريكية الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة عن ذلك أن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتخلص النتنياهو في أقرب ممكن لتغلق هذا القوس وتحاول أن تخرج من هذه الورطة بأقل الأعباء وبأقل التكاليف الممكنة هل كان مشهد أو قرار سحب حاملة الطائرات الأمريكية هو قرار بأننا نبتعد عن الصراع وأننا لن نتدخل لحماية نتنياهو كما كان الحال بعد 7 أكتوبر مباشرة أصور الرسالة هذه موجودة خاصة الإيران يعني سحب بعض البوارج الحربية يعني أننا لا نريد أن نتورط في حرب إقليمية ولكن أيضا للسراتيج الأمريكية ماكرة في حق الأمر ما معنى عن توسيع الحرب يعني يريدون الاستفراد بغزة في نهاية المطاف يعني كانوا يتصورون العملية ستكون سهلة لمدة زمنية وجهزة لمدة بضع بعض الأسابيع سيحسب نتنياهو المعركة دون أن تتوسعها إلى دول أخرى إلى لبنان واليمن لكن امتداد المعركة الآن إلى مواقع أخرى خاصة في باب المندب في اليمن يعني هذا مثل ضربة كبيرة وموجعة يضع للمواجهات التي تدم خاصة في جبهة الشمال الآن في لبنان يعني أمر موجع بالتأكيد ثم سوريا والعراق وغيرها من المواقع الأخرى فبالأمر واقع هناك مؤشرات على تحول هذه الحرب من حالة محلية فرصينية إلى حالة إقليمية عربية وما هو أوسع من ذلك أكثر حتى من عربي ربما حالة إسلامية ربما كانت تصرحات كيربي أول أمس يا دكتور يعني حاسمة في هذا الموقف حينما قال أن فكرة التخلص من أفكار حماس أو حتى قدراتها العسكرية والسياسية أصبحت مستبعدة وأنه لا بد من التعايش مع حماس هذا تناقض مع زي ما حضرتك قلت وزي ما كل الناس عارفة القرار الاستراتيجي لنتنياهو في البداية وهو القضاء على حماس هل ده تغير الموقف الأمريكي الإقرار بوجود حماس والانتقال إلى مرحلة أخرى أو مرحلة من التموضع الجديدة في التفاوض مع حماس بشكل مباشر وأشوف الأمر ليس سري يعني فيه خلافات حقيقية والولايات المتحدة الأمريكية المرحلة الثالثة أن يقلل من الضحايا المدنيين لأنه أصبح الأمر عبع على الإدارة الأمريكية على الولايات المتحدة الأمريكية والصرطة في العالم اهتزت وهي الآن تقريب في حالة عزلة كاملة مع رأيها العام الداخلي وعلى مستوى الرأي العام الدولي فهي محاولة قد نفسها ولكن في نهاية المطاف لم أرى اختلاف جذري على مستوى المواقف على مستوى الخيارات الكبرى إلى حد الآن ولاية المتحدة الأمريكية ما زالت داعمة رياضي الحرب ما زالت تمد نتنياهو بكل مقاومات يعني القدرات العسكرية من دعم عسكري من دعم سياسي من دعم اقتصادي من دعم مالي هي خلافة على المستوى الشخصي ليست مختلفة مع دولة الاحتلال ولكن مختلفة مع نتنياهو في تكتيكات وأشكال إدارة هذه الحرب طيب كيف قرأت المشهد النهاردة طبعا بلينكلين كان موجودة النهاردة في تركيا يمكن حالك تعلق لنا على مشهد استقباله وأنه لم يتم استقباله عبر أي مسؤول تركي كان السفير الأمريكي فقط في استقباله ثم تصرحت بلينكلين النهاردة أنه جاء لدعم مبادرة أنقرة فيما بعد الحرب غزة يمكن حالك تشرح لنا ما هي هذه المبادرة ولماذا تغير الموقف الأمريكي من موقف صادم مع تركيا إلى موقف الآن يتبنى مبادرتها هي رسالة طبعا من أنقرة من تركيا اللي هي ليست في حالة ارتياح أو هي غاضبة عما يجري في غزة وهذا يعني تحدث عن الاستقبال نعم طبعا الاستقبال في المطار يعني استقباله السفير لا يوجد في مسؤول تركي أن يكون فقط سفيرهم في المطار فهذا معبر في حقيقة الأمر هي رسالة معنوية ورسالة سياسية أنه صانع القرار السياسي التركي أن التركي غاضبة من السياسات الإسرائيلية ومن العدوان الذي تمارسه يعني إسرائيل بدعم أمريكي كامل في غزة الترتيبات السياسية طبعا الولايات المتحدة الأمريكية منخلطة في هذا الموضوع وهي منفتعة العواصم كثيرة وتريد أن تهدس مشهد ما بعد غزة وهذه نقطة من نقاط الخلافة أيضا بين بايدن ونتنياهو طبعا نتنياهو يريد أن يعيد فرض نظام التحكم العسكري الاحتلال بصورة مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعطي دور من السلطة الفلسطينية ولكن سلطة معدلة كما يقولون يعني سلطة بدون محمود عباس يعني يأتي بشخصية أقل من محمود عباس أكثر تنازل محمود عباس ويعطي قطاع غزة لكن تقديري هناك مسافة كبيرة كما يقال بين حسابات العقل وحسابات البيدر يعني الفلسطينيون ليس من اليسير بل أستطيع أن أجزم أنهم سيرفضون أي شخصية تأتي على ظهر الدبابة أمريكية وإسرائيلية وبالتالي هذه أحدى التعقيدات الأخرى يعني فيما يتعلق بالترتيبات السياسية الأمور لن تكون سهلة هو في دبابة دكتورة هتدخل غزة يعني هيأتي بها حاكم ثم من الذي يمكن أن يتجاوز فصائل المقاومة التي قدمت كل هذه التضحيات ما فيش أوهام هذه نعم اللي يتصور بشيعيد تشكيل المشهد السياسي في غزة وترتيب أوضاع الحكم بمعزل عن المقاومة هي أوهام يعني تعاشش في الرؤوس ولا علاقة بالواقع لأن المقاتل الذي يمسك ببندقيته وهزم المشروع الاحتلال يعني بقوة السلاح ليس لن يسير عليه أن يسلم بأن يكون غزة تحت سلطة يعني إدارة قريبة من الاحتلال أو سلطة متعاونة ومتحارفة مع دولة الاحتلال هذا الأمر لن يكون في غزة بكل تأكيد لكن المجيء الوزير الخارجي للتركية بدرجة أولى هم يشعرون بمأزق وربما يعرفون أن التركيا لديها علاقات جيدة ما في ذلك مع فصائل السياسية وفصائل المقاومة فربما هو بحث لترتيبات سياسية في المرحلة القادمة يكون فيها دور مالي تركيا في ترتيب الوضع السياسي الجديد طيب ننتقل إلى القوى الإقليمية المؤثرة وبالتأكيد لابد أن تتحدث عن القوى الأكثر تأثيرا في المشهد وهي القوى الإيرانية بأضرعها المتعددة في تعبير أطلقه الدكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسي المصري واتحدث عن أن إيران تمارس نوعا ما من الصبر الاستراتيجي لأن نتنياهو حاول أكثر من مرة أن يستفزها ولم ينجحوا أنه حتى أضرعها متمثلة في حزب الله لم يصل إلى المستوى الذي كان يأمل فيه جموع المواطنين العربيين أو حتى بعض قادة الفصائل الفلسطينية كيف ترى الموقف الإيراني هل الإيرانيين يمكن أن تنزلف أقدامهم في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أم أن الأمر مجرد مناوشات من بعيد تصور التعبير الصبر السراتيجي فيه قدر من الصحة يعني إيران بالتأكيد نخرط في هذه المعركة ومن خلال تحريك الفصائل أو الأطراف والقوى والدول القريبة من إيران ومرتبطة من إيران بمع ذلك تحرك الجبهات ووحدة الجبهات الآن أصبح بالأمر واقع في لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق يعني موقع كثيرة تتحرك في موجهة دولة الاحتلال ولكن من الواضح أيضا إيران لدي حساباتها لا تريد أن تتورط حساباتها ولا مشروحها أصلا دائما أقول أننا عندها مشروحها لا يسمى مشكلة يعني تأكيد كل دولة هذا يسمى ريزون ديتا يعني كل دولة عندها في نهاية المطاف عقل الدولة نعم إيران كدولة إقليمية وازنة ومن حقها لا تريد أن تتورط في حرب مفتوحة مع إسرائيل نعم ولكن بالأمر واقع أيضا منخرطة في هذه الحرب من خلال الدعم بالسلاح وبالمال فلولا الموقف الإيراني ما كان يمكن للمقاومة أن تصمد أصلا في غزة وبالتالي يجب أن نهون من الدور الإيراني إيران فاعلة موجودة في المنطقة حركت القوى والأطراف المرتبطة بها القوى الحليفة بعض يتحدث عن أذرع إيران وشابه ذلك ولكن لا تريد أن تتورط في حرب يعني بصورة مباشرة يعني وجه لي وجه مع دولة الاحتلال ذا أم أم مؤكد يعني أنت تؤكد على أنها لن تتحرك رقع هي خطوة أخرى في رقعة شطرنج ستكتفي بالمشهد الذي تمارسه الآن هي حذرة مثل ما نقول الولايات المتحدة الأمريكية حذرة لا تريد أن تتورط في حرب إقليمية فبالأمر الواقع كي نوقع تقاطع والتقاء بين الرؤية الإيرانية وبين التكتيك الإيران والتكتيك الأمريكي الأمريكا لا تريد أن تتورط في حرب إقليمية لأن هذا سيشغلها عن استراتيجيتها الأصلية أو المواجهة الأصلية في مواجهة الصين وإيران نفس الشهيد لديها من مشروع النووي ولديها وضح الإقليمي ومصالح الكبرى لا تريد أن تنتقل هذه المعركة إلى تهران بكل تأكيد لماذا يا دكتور صعدوا من لغتهم ورفعوا سقوف التوقعات عبر مثلا تلمحات من خطابات حسن نصر الله عبر أشياء أخرى عبر حتى التصريح السيء الذي قاله قائد الحرس الثوري أن طوفان الأقصى ما هي إلا عملية الانتقام قاسم سليماني لماذا رفعوا السقف فوق توقعات الناس بأن إيران يمكن أن تشارك بشكل أكبر في هذه المواجهة يعني في نهاية المطاف الدول لها اعتباراتها يعني ما زي مش نقع احنا في أوهام أيضا نعم إيران ليست دولة انتحارية لكن هي بس بالأمر الواقع مشاركة في هذه الحرب يعني في جبل لا يستطيع أحدا يقول جبلة لبنان ليست متحركة وبالمناسبة الريسك يعني المحذور قائم ربما تتحول الحرب إلى حرب مفتوحة في الجبهة الشمالية في لبنان يعني ونتانياهو يهدد بهذا وردود هل ترى دكتور القدر اللي في الجبهة الشمالية قدر كافي؟ يعني ليس كافي بالضرورة ولكن في جبهة أخرى تتحرك في جبهة اليمن الحوثيون يعني تتحركون في ببنان هذه محتاجة كلام بالتفصيل هنتكلم فيها ونشوف هل هي نافعة في سوريا والعرق صحيح أن هناك منوشات ولكن منوشات ترتقي وتتصعد بصورة تدريجية بمعنى ذلك أن هناك حرب لا تصل إلى مستوى المواجهة المفتوحة ولكن هي حرب مؤلمة لإسرائيل وضاغطة بصورة كاملة من ناحية العسكرية ومن ناحية السياسية وعلى جميع الجبهات طب المشهد الجنوبي في الحوثيين هو المشهد الأكثر تأثيرا أو الأكثر إصارة كما يقال هناك وجهتين نظر وجهت نظر بتعتبر أن ما يفعله الحوثيين قد يكون نافع للقضية الفلسطينية بيتبرون أنه بيضغط على الكان السهيون اقتصادين وبيضغط على حركة الملاحة العالمية وهناك رأي آخر يرى أن ما يفعله الحوثيون هو دار بالقضية لأنه أولا قلل أو حجم حجم التعاطف الدولي باعتبار أن هذا من أعمال القرصنة تقريبا وأنه سيهدف في النهاية إلى احتلال اليمن عبر تحالف دولي كيف ترى المشهد فيما يرى؟ أتصور هذه ما ينشي أموره بتعميزاه في نهاية المطاف يعني نحكم عن الأمور بصورة موضوعية بصورة موضوعية مقام بالحوثيون مؤذي لدولة الاحتلال والمشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية عقدت الأمر بدل أن تعرج أصل الداة ذهبت إلى الأعراض يعني ماذا قال الحوثيون؟ قالوا أنهم لن يسمحوا بمرور السفن لتذهب الموالي الإسرائيلية ذهابا وإيابا إما ذهابا أو عودة من الموالي الإسرائيلية والشرط في ذلك هو رفع الحصار على غزة عيوض أن يضغط الأمريكان باتجاه رفع الحصار على غزة حتى يريحوا ويستريحوا من هذا الصداع تحل المشكلة؟ ذهبوا إلى استنفار أساطيرهم وبورجهم الحربية فأصبحت مشكلة معاولمة أو مدولة بالأمر الواقع أصبحت فيه مشكلة في حركة الملاحة الدولية بكل تأكيد وهذا أمر مزعجة نشوف نقاش حتى في بريطانيا في حد ذاتها يعني يقول ربما فيه حتى ريسك متع أزمة اقتصادية بسبب ما يجري اليوم في باب المندب في البحر الأحمر فبالتالي تقديري هذا مش مزاح مش مجرد تمثيلية مش كاميرا خفية فيه مشكلة حقيقية فعلا يعني أذروا إيرانا وخلينا نقولوا هذه القوى متحركة وفاعلة في الميدان ومؤذي لدولة الاحتلال بكل تأكيد هل هذا التحرك خدم القضية الفلسطينية؟ نعم خدم قضية غزة بكل تأكيد يعني مثلا متنفس وعنصر ضغط الآن ما يجري في اليمن في البحر الأحمر يمثل عنصر ضغط كبير على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل لما تضطر إسرائيل أن سفنها يعني تذهب إلى رأس الرجاء الصالح احتذى باتجاه جنوب إفريقيا وأصبح يعني ميناء إلى التقريب مختنق الآن يعني تعصر في الحركة بالكامل فالأمر هذا ليس مجرد مزاح بل بالتأكيد فيه تأثير مباشر يعني تأثير عسكري وسياسي هل احتمالات أن يعرض ذلك اليمن إلى مخاطرة من احتلال دولي أو ما شابه كما جار على العراق موجودة ولكن اليمن ليس دولة في نهاية المطاف بلذي سيخسروا الحثيون يعني وهذا المأزق الأمريكي الكبير أنت تتعامل مع قوة غير دولتية كما يقال في نهاية المطاف قوة صحيحة موجودة في الصانعاء ولكنها ليست تجوز من المنظومة الدولية شنية أدوات الضغط الأمريكية الآن على الحثين ضعيفة وضعيفة جدا ولذلك في مأزق كبير لو كان جاءت دولة منتظمة في مجلس الأمن الدولي ومعترب بها دولي ربما وضع اختلف يستطيع أن يمارسوا ضدها الحصار الاقتصادي والمالي وحتى التهديد العسكري لكن هذه في نهاية المطاف هي بين الدولة وبين قوة عسكرية يعني في نهاية المطاف مجموعة عسكرية لها حضور في اليمن تسيطر صحيح على صنعه ولكن عناصر قوة أدوات القوة وأدوات التأثير بالنسبة لإدارة الأمريكية والقوة الغربية محدودة ومحدودة جدا ألا يمكن اعتبار ما سيجري مع الحسين مثلا أنا ناقش معك كافة السيناريوات هو التقليم لأظافر إيران عبر قسقصة كل أذرحها فليبدأ بالحسين ويمكن عبر تحالف دولي مع تحالف القائم من السعودية والإمارات في مواجهته لو استطعوا طبعا هو ربما هذا المخطط ولكن هل الأمور تتعلق بالقدرات والإمكانيات هل سيستطيعون الوصول لهذا الهدف وإيران ليش حركت الأذرع متاحا حركت الأذرع متاحا لنا تعرف أن الهدف الموالي بعد غزة سيكون حزب الله في لبنان سيكون لبنان سيكون الحوثيون في اليمن سيكون ربما أذرعهم أيضا في سوريا وفي العراق ولذلك اضطرت إيران لنا تحرك هذه المواقع الدفاع على نفسها ودفاعنا على حلفاء في المنطقة طيب دكتور كيف رأيت المواقف العربية المحيطة يعني هذا الموقف الإيراني حاولنا أن نطوف حوله هو الموقف الأكثر تأثيرا في المشهد أو لنقل للأسف الشديد الأكثر فاعلية في المشهد المواقف الأخرى ولنبدأ مثلا من اجتماع 11-11 حينما اجتمعت 57 دولة عربية ومسلمة في الرياض وخرجت ببيان هزيل كيف ترى يعني تحركات العربية وإلى أي مدى النهاردة كان السيسي في احتفالية إخواننا المسيحيين باحتفال بعيد القيامة وقال أن مصر اتخذت موقفا محترم ووصفوا كده موقف محترم وفاعل هل ترى مواقف الدول العربية من أزمة غزة مواقف محترمة وفاعلة؟ ليش محترمة مصر أخذت موقف مخزية موقف مخزي وليس محترم لا يتوفر على حد الأدنى من مقاومات الاحترام يعني الموقف العربي أكثر من ضعيف وبل لا تستطيع أن يكون بعض الدول العربية متواطئة أصلا الموقف العربي هو مزيج مركب من الشعور بالعجز وبالتواطئ بعض الدول العربية تواطئت وعبرت على موقف مفتوح ومجاهر منذ البداية لصالح دولة الاحتلال وبعض الدول لازمت الصمت وبعض الدول بقيت تقف على المنطقة الرمادية في بعض الدول العربية أخذت موقف جيد مثل الجزائر وقطر والعراق ولبنان نسبيا يعني موقفها واضحة وجلية لكن السمت الغالب على بقية الدول العربية إما الصمت أو التواطئ وهذا شوفناه في القمة العربية انت العقد القمة العربية بعد خمسة أسابيع هو في حداته كافي حتى يعطيك صورة ملخصة لطبيعة الوضع العربي ونظام الرسمي العربي لماذا انتظروا خمسة أسابيع؟ حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها ربما حتى تنجز إسرائيل مهمة ويتخلصوا من الصداع الفلسطيني ومن غزة ويدخلوا في الترتيبات السيسي هذا كان حلمهم وأنا التقديري هربوا أيضا من القمة العربية لأنهم لا يريدوا أن يتحملوا أعباء قرارات سياسية يخشون من تأثيراته ومن الضغوط الأمريكية ولذلك التجهوا إلى دول الإسلامية أخرى أصبحت قمة عربية إسلامية حتى يتكيوا على إيران والتركيا وماليزيا اللي موقف متقدمة مقارنة بالدول العربية للأسف الموقف العربية مخزية وضعيفة جدا والذي يلخص هذه الأزمة هو مصر في حد ذاته يعني البلد المجاور يعني مصر بقدراتها وبإمكانتها وبوضع الجغرافية السياسية أيضا لا تستطيع أن تدخل قرارة تمي يعني قنين تمي ما دخلتش من مصر وتقول لي موقف مصر يعني مشرف إيش مشرف؟ ماذا مشرف يعني؟ هو موقف مخزي بكل المقاييس من ناحية السياسية والأخلاقية والتاريخية وقواني الجغرافية وكيف ما قلبته يعني موقف مخزي ويعني حقيقة يعني معرة بالنسبة لمصر وتاريخها أن تقف هذه الموقف في بلد على جوارها في حقيقة الأمر هم يتحدثون عن الأمن القومي المصري السيسي ماشي لما يطلع يقول الأمن القومي المصري خط أحمر هكذا نعم طيب بديهية من بديهات الأمن القومي هذا يدرسها الطالب لما يدخل الأكاديمية العسكرية في سنة أولى وطلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأمن القومي يتعلق بالجوار المباشر بل معكس غزة كانت تحت السيادة المصرية لغاية 67 فأنت أمنك المصري مش مهدد أنت في قلب التهديد أنت في قلب التهديد وجيه تغلق حدودك تضرب سياج وتقول خلاص أنا أمن القومي يعني المصري خط أحمر الأمن المصري يعني مهدد في الصميم الآن يعني وبالتالي يعني ما يجري اليوم في غزة تأثيراته بصورة مباشرة على القاهرة لكن تقدير القيادة السياسية وربما العسكرية في مصر تائها وضائعة يمكن نتكلم على مصر بالتفصيل في ملف لأنه الحقيقة عندنا تهديدات في الأمن القومي أكتر شوية البحر الأحمر وأثيوبيا ذهبت لإقامة قاعدة عسكرية في صومال لند ثم ما يجري في السودان أسفلنا ثم ما يجري على الحدود الغربية في ليبيا ثم ما يجري في غزة فواضح أن الأمن القومي المصري وصل إلى مراحل خطيرة جدا من التهديد ربما نتحدث عنها تفصيلا لكن دعني أقف عند المواقف العربية الآن وحضرتك ذكرت بعض الدول التي كانت لها مواقف جيدة لماذا لم تنضم دولة عربية واحدة للدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولي للأسف هذا أمر مخزي أيضا ما فيش ولا دولة عربية أنا خوف إما خوفا مثل ما ذكرت أوطوات وأن أوليك ليهم في دول العربية خائفة وفي دول العربية أصلا منخرطة بالكامل مع دولة الاحتلال أنت نرى موقف مثل الإمارات والبحرين منذ الأيام الأولى وكلا وكلا يعني الاحتلال في نهاية المطاف يعني نسخة مطابقة لأصل الموقف الإسرائيلي فالأسف فيه ضعف كبير في هذا الجانب وهو أمر مخصي سمعتنا فيه تركيا وماليزيا دعمت جنوب أفريقي في هذا ولكن ما فيش دولة عربية يعني دخلت على الخط للأسف شيء مؤلم ومحزن حقيقة يعني لملك أي تعليق حتى مش عايزين نذكر دول بعينها لكنت حتى لما ذكرت دول لماذا مثلا دول بعينها يعني تخشى من إسرائيل وهي على بوع أبعاد كثيرة جدا هل الزراع السهيوني طويل إلى هذا الحد هو فيه جانب خشية وفيه خيارات واستراتيجيات خاطئة النظام الرسمي العربي يعمل العقيدة سياسية فاسدة ومفسدة العقيدة السياسية تشكلت في النظام الرسمي العربي تدام 2013 أنه الخطر الرئيسي لم يعود إسرائيل ولا القوى الأجنبية الخارجية الخطر الرئيسي رقم واحد ما يسمونه بالإسلام السياسي نعم وفي بعض أحيان يحب رؤوني الإخوان المسلمين نعم ولذلك تسمع في الجدل وفي الخطاب السياسي كل شيء يعلق الآن على شماعة الإخوان أنت لما تعتبر الإسلام السياسي الخطر الرقم واحد طيب الوضع الطبيعي ليس ستسير ليس ستذهب بالضرورة ستنام مع ناتنياهو في سرير واحد ستصبح إسرائيل هي الحليف وهذا اللي حصل الآن حدث الدول هذه اللي تقول أن الإسلام السياسي مثلا خطر رقم واحد يعني ذهبت لما تعتبره خطر رقم ثلاثة أو أربعة أو ما تعتبره وليس خطر أصلا تعتبره حليف استراتيجي وصارت متحارفة مع إسرائيل هذا لدمر الوضع العربي وهذا في نهاية المطاف لأوصل مصر إلى هذا القاع وأوصل دول العربية أخرى في الخليج إلى هذه الكارثة لأنه فعلا نظام رسمي عربي تائه يشتغل ضد قوانين التاريخ وقوانين الجغرافية والبديات السياسية نعم طيب دكتور خلينا أتحدث معك عن المقاومة وإلى هنا أنا أتحدث عن المقاومة على الأرض فكلنا نتفقون على أن المقاومة العسكرية على الأرض حققت انتصارا يفوق توقعات الجميع لكن دعني أتحدث معك باعتبارك وزير الخارجية وسياسيا عن الملف السياسي لإدارة الأزمة هل ترى أن حركة حماس وهي بالأساس قلب المقاومة في غزة أدارة المعركة السياسية بشكل جيد حتى الآن هو يطرح تحدي كبير طبعا مسلا لا تتتعلق بأداء حماس فقط كبر من حماس الترتيبات السياسية تستدخل فيها قوة كثيرة فيها قوة كبرى الأمريكان المتدخلين والأوروبيين والدول الإقليمية ولكن تقديري المقاومة وحركة حماس أصبحت معطى راسخ في الساحة الفلسطينية وفي الساحة العربية سوى بشرعيتهم النضالية شرعيت التحرير التي يمتلكونها بقوة السلاح ومن ناحية حضورهم المعنوي في العالم العربي والعالم الإسلامي وبالتالي التقديري أنه ليس من اليسير على الأمريكان وعلى دول الإقليم أركان النظام الرسمي العربي أن يمروا ترتيبات سياسية أو مخطط سياسي يعني سيكون على حسابهم بصورة كاملة يعني معلوم أنه الانتصار العسكري مهم ولكن يرجع بالانتصار العسكري يجب أن يكون هناك انتصار سياسي مثل ما حصل في مصر يعني انتصار عسكري محق ولكن الترتيبات السياسية التي جاء بالسادات بعد ذلك بددت كثير من المكاسب العسكرية التي حصلتها مصر في انتصار على دولة الاحتلال في حرم 73 تقديري أن الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي أكثر يقضى يضاف إلى ذلك أن القوى المقاومة اليوم كحالة إقليمية وليس داخل الساحة الفلسطينية فاعلة ومؤثر وبالتالي الترتيبات السياسية سيكون فيها الطرف الفلسطيني والعربي المقاوم القوى الفاعلة والمؤثرة ستكون يعني فاعلة حول الهدنة ملف الأسرة جدا ملف هل أداروا هل تقييم حضاك أنهم أداروا الملف بشكل جيد حتى الآن جدا والدليل على ذلك أنهم حشروا دولة الاحتلاف في الزاوية رغم كل مناوراتهم يعني أرادوا أن يمارسوا الخديعة في وقف مؤقت لإطلاق النار على أساس أن يسترجعوا الأسرة وعادوا للعمل العسكري تحت ضغط ناري هائل كانوا يتصورون أن المقاومة ستستسلم وبالتالي يعني يسترجعون الأسرة وثم يستأنفون العمل العسكري لكن وضعاتهم مقاومة في مأزق قالوا ما فيه إما وقف كامل لإطلاق النار ومبادلة الكل مقابل كل أو ما فيه حلول أخرى فهم في مأزق كبير الآن لأن ترتيباتهم السياسية والمخططات السياسية والأمنية والمناورات والمخاتلات لم تذهب بعيدا لم يستطيعوا يعني تبرير على الفلسطينيون وعلى المقاومة نعم طب دكتور أخيرا حتى ننتقل إلى باقي البوضوعات لأنه وطبعا الكلام عن غزة يعني عمل زي عندنا كده الوجبة المشهية دائما التي لا تريد أن تنتهي لكن لابد من الحديث عن بعض الأمور الأخرى خليني أختم حضرتك هل تتوقع أن يكون ما جرى في غزة وما يجري وما سيجري له تأثيراته على إعادة ترتيب المنطقة سواء ديموجرافيا أو سياسيا بتأكيد يعني مثل ما حصل انقلاب في مصر سنة 2013 نعم كانت له تدعيات وتأثيرات في عمو المنطقة نعم يجري في غزة تحول إلى حالة عربية وإقليمية أوسع حتى من الحالة العربية وبالتالي ستكون له تأثيرات ستكون لهم وبعدها تعطي نفس جديد لقوة التحرر لقوة المقاومة لصحوة عربية إسلامية جديدة هذا الكل بالتأكيد يعني سيكون بعد هذه الحزيمة إسرائيل نحن نكبتنا الكل في العالم العربي ناجع لوجود هذا المشروع الذي حاصر المنطقة وأذلها ويعني أسر الدول العربية النظام الرسمي العربي صار سجين هذه الدولة لأنه غلبت عليه عقيدة ورؤية سياسية أنه لا يمكن أن يفعل شيء مثل ما قال السادات 99% من أوراق القضية المصرية والفلسطينية في أمريكا وإسرائيل وأن أقرب طريق إلى واشنطن معناه أقرب طريق وقلب يعني تلبيب ولذلك سيكتب المؤرخون والباحثون والمراقبون ما بعد حرب غزة وما قبلها هل ستسقط أنزمة دكتور؟ احتمال وارد المؤكد أن النظام الرسمي العربي نظام هش ولا يمتلك مقاومة الاستمرار كيف سيكون التغيير؟ لا أحد يستطيع أن يجذب هل سيكون عبر الثورة الشعبية؟ سيكون عبر انتفاضات؟ هزات اجتماعية؟ أشكال أخرى؟ الله أعلم المؤكد أن العرب جربوا تقريب كل آليات وأشكال التغيير ولكنها وصلت إلى مأزق كبير جربنا لانقلابات العسكرية وصلت إلى مأزق الثورات الشعبية وصلت إلى مأزق التغيير عبر الآليات الديمقراطية وصلت إلى مأزق ولكن يبدو لي أن أهول الطرق وأسلمها هو العودة إلى مسار الثورات هل ترى دكتور أن الشعوب العربية الآن مؤهلة لمثل هذا؟ أنت ترى يعني مثلا عندنا في مصر للأسف الشديد سمح النظام بخروج المظاهرات لمدة يوم واحد فقط أخذ بها اللقطة كما قال ثم عاد وأغلق الميادين مرة أخرى ومن ساعتها لم يخرج متظاهر مصري واحد والأمر الذي يكون في تونس نفس الأمر تقريبا هل ترى أن الشعوب التي لم تخرج منتفضة لكل هذا الكم من الدماء والأرواح يمكن أن تخرج لمطالبة بالحرية؟ ممكن الشعوب تمر بمواسم يعني مثل المواسم الزراعية يعني مثل ما رأينا صحوة في سنة 2010-2011 وخروج للشوارع وأسقط الشارع العربي مع أنها أنظمة عربية عاتية ومستبدة يعني الآن الشارع العربي في حالة كومون لأنه مضروب على يديه مضروب على يديه بسبب يعني قمع وضرب القوى الوطنية والتغيير الرئيسي الآن بين السجون والمنافع وبعضهم محدد حتى بالمشانق أصلا ولكن عمل الشعوب هو عمل تراكمي يعني بالتأكيد هناك حالة غضب الآن الشارع العربي يعبر على غضبه بالدعاء والكتابة في السوشيال ميديا يعني في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف في تويتر وفي الفيسبوك ولكن هذا دليل أنه الشارع محاصر في حقيقة الأمر مجال التعبير الحر أنه يخرج في مظاهرات ومسيرات يعني محدودة أو معدون في بعض الحالات مثل ما حصل في مصر يعني أخرج الشارع بخلفية أنه يعملوا تمثيلية كما تقول يعني تفويض عملية تفويض ولكن لما شعروا أن الشارع سينفلت من بين أيديهم أرجعوا الناس إلى بيوتهم بقوة القمع بقوة البوليس لكن تقديلا مسألة وقت يعني لا يمكن للنظام القمع أن يستمر طويلا يعني كم سيمسكوا هذا الوضع بقوة القمع وبقوة البوليوس وبقوة الجوش والمخابرات سنة سنتين عشر سنوات لا يمتلك يعني هذا الوضع مقاومة الاستمرار لأنه وضع مصطنع ومبني بقوة الإكراه وقوة القمع وقهر الشعوب الشعوب لها كلمتها ولها صحوتها ولها زمنها الخاص ودائما أقول أنا هناك زمن النخب وزمن الشعب وربما نخب لها حساباتها ولكن الشعوب أيضا لدي حساباتها الشعوب تعرف بالسريقة بالبديهة متى تتحرك ومتى تكون في حالة كمون فهو ربما الكمون الذي يسبق العاصفة هاي طاول لدكتور يعني هذا قانون السياسة في نهاية المطاف لا نتحكم في حركة الشعوب وفي زمن خروج الشعوب للشوارع لتغيير ما تعانيه من استبداد وقمع وفساد وتفقير ممنهج يعني لو تنظر المشهد المصري فعلا مشهد كاريت اليوم على جميع المستويات مصر الآن مثلا تمر بخريط مركب من الأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وتيه وضايع في حقيقة لما دولة مصر ضائعة مهددة في وجودها أصلا لما تصير مهددة في مياه النيل ومهددة بأزمة في ليبيا وأزمة في أثيوبيا في الصومال وأثيوبيا يعني وفي السودان يعني حرب أهلية مفتوحة على أبوابها يضاف إلى ذلك المشكلة الفلسطينية وقضية غزة فهي دولة محاصرة ولكنها ضائعة وتائها أنا تقديري هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا طيب يمكن أنا أرجع للسؤال التالي لمصر وهذا الموقف المعقد اللي حضرتك ذكرته لكن حضرتك قلت أنه الطريقة التي تبدو أنها طريقة أمثل هي طريقة التغيير بالفورات هل ترى أن الشعوب العربية الآن بعد ما جرى من فورات مضادة وبعد ما جرى من محاولات تكريه الشعوب في الثورات ما جرى في السودان يعني مثلا من حرب أهلية الآن السودانين يقولون يا ليتنا لم نطح بعمر البشير وما جرى في مصر الآن بهذا النظام القمعي المسيطر يقول المصريون يا ليتنا لم نطح بحسن المبارك وما جرى أيضا في تونس من هذا الرجوز يعني يقال أيضا يا ليتنا أبقينا عليهم هل الثورات العربية الآن ترتدي ثوبا يغري الشعوب بتكرار ما جرى فيها أم أنها أصبحت حلما بعيد المنان شوفوا السيد عمد حتى نشخص التشخيص الدقيق والعلمي ما جرى ويجري في العالم العربي من أزمات ومشاكل مش بسبب الثورات ولكن بسبب الثورات المضادة في حقيقة المبارك الذي أوصلنا إلى هذه الكوارث مش وجود الثورة في مصر أو في تونس أو في ليبيا اللي أوصلنا هو صنع الثورة المضادة أوصلنا إلى ذلك وجود السيسي ووجود حفتر ووجود معناها قوى مضادة يعني في السودان صنعت على المقاص بالمال الخليجي وقس على ذلك وفي اليمن وغيرها وبالتالي التشخيص الدقيق يقول أن وصلنا إلى هذه الكوارث ليس بسبب ثورة يناير ولا بسبب ثورة 14 جامفي في تونس 17 ديسمبر 14 جامفي ولكن بسبب الثورات المضادة التي استخدم فيها المال والإعلام والبلطجة وتدخل الجيوش هذه الحقيقة طيب هذا وضع يعني هذا القوس لا يستطيع أن يستمر طويلا يعني فيه قوانين تاريخ وجغرافيا الثورة المضادة تبقى ثورة مضادة في نهاية المطاف كم ستعمر؟ الله أعلم ولكن تقديري لا تمتلك مقاومات الاستمرار طويلا يعني بشيء من التشبيه هذا وقع حتى بعد الثورة الفرنسية يعني فيه مؤرخ بريطاني اسمه هوبس باون نعم يتحدث يقول يعني تشكل طوق من الدول المضادة للثورات في ذلك الوقت كانت تقودها إمبراطورية النمسا إمبراطورية النمسا أستراليا إمبراطورية النمسا طبعا هنجاريا النمسا ولكن مع ذلك أصبحت الثورة وبائية يعني الثورة المضادة لم تستطع أن تعمر طويلا سرعت في وطيرة الثورة تقديري هذا ما سيجري في العالم العربي الثورة المضادة موجودة فاعلة ولكنها لا تمتلك مقاومات الاستمرار روح الثورة مازالت قائمة لأن الثورة ليست نقطة هي مسار مسار مركب مسار متعرج يمر بالصعود والنزول للتقدم التراجع مد الجزر ولكنها في نهاية المطاف تنتصر تقدير المسألة مسألة وقت سيعود الربيع العربي والثورات العربية بالأحرى أقوى مما كانت عليه ونحن ربما سنشاهد وبعض يتحدث عن موجة ثانية أربما موجة ثالثة ورابعة للرابع العربي لا مهرب من التغيير لأن هذا الوضع العربي لا يمتلك مقاومة الاستمرار ولن يعمر طويلا طال الزمن أو قصر ستتغيير الوضع العربي بكل تأكيد ولكن المشهد معقد جدا دكتور لو بس لو سريعا نحن الوقت بالأسف بينزف يعني لو سريعا نظرت إلى السودان كيف يمكن أن يتغير المشهد في السودان وهناك حالة احتراب أهلي أو شكت السودان على سيناريو التقسيم بفعل الدعم صحيح الآن ما يجري في السودان هو حرب أهلية بسبب التدخل للمال الخليجي صنعت مليشيات على المقاص وتم مدها بالسلاح لأن حمدتي هذا من أين جاء هذا الرجل هذا ثورة مضادة صنعته دول الخليج على المقاص ليدمر السودان مثل ما صنع حفتر هو في الحقيقة متحالف أيضا مع حفتر فهي ثورة مضادة ولكن هناك استفاقة أيضا ويدافعوا على وطنهم ويدافعوا على بلدهم وفي حتى حراق شعبي يعني في حتى يعني مقاومة شعبية لهذا المشروع الاستقصالي الذي سلط على السودان يعني يرادوا أن يفرضوا بقوة المال وبقوة السلاح الخليجي نعم طيب ننتقل من السودان إلى مصر الموقف في مصر أكثر تعقيدا ويحتاج إلى وقت أطول للأسف لكنه بنظرة عامة السيسي سيطر على الوضع تماما ومر من انتخابات هزلية انتهت في 24 وأجهزة الأمنية تقمع الشارع بشكل كبير جدا والشارع المصري يعاني من أزمات متعددة حضرتك ذكرتها بالتفصيل ومع ذلك الوضع بالنسبة له مستتب ومستقر يعني كم دامع حكم مبارك وهو أسوأ مبارك الآن يعني إلا هذه مصوبة دكتور لو عدنا 30 سنة زي مبارك لا مش مقرورة 30 سنة الآن وثيرة الزمن أسرع نعم بسبب التغيرات الحاصلة في أدوات التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومة وانتشار المعرفة فالتغير يسير بيوترة أسرع ولكن كما يقال الإمبراطورة عارية بماذا يحكم السيسي الآن؟ هل يحكم برؤية؟ هل يحكم بمشروع؟ هل يحكم بيدولوجيا؟ هل يحكم بقوة حزب؟ لا شيء من ذلك السيسي يحكم بالبلطجة والقوة العسكرية والقوة الأمنية نعم والشعب طبعا فيه شعور من الخوف نعم يعني الناس لا تشعر لا تخرج إلى الشارع ليس لقناعة ولكن بسبب منخات الخوف والقمع يعني وتسييج ومحاصرة المجتمع المصري لكن تقدير المسألة مسألة وقت ستأتي الفرصة الزمنية ويخرج الشارع المصري ويفرض عملية التغيير لأنه إذا ما فيش تغيير الآن مصر ستضيع يعني ربما تكون مهددة بالتفكك نعم مصر الآن محاصرة فعلا في وضع من ناحية الجغرافية السياسية بالمنطقة الجيو بوريتيكس فعلا مهددة لما تكون كل هذا يكون من الأزمات على حدودها السيسي وفاخر يقولوا إذا شوفوا أوضاع سوريا أوضاع كذا طيب طبعا إذا أوضاع سوريا خربان ما هذا يأثر على وضعك بيسورة أبو باشر أين أنت من هذا يعني إذا أنت محاصر بأزمة في سوريا وأزمة في السودان وأزمة في غزة يعني عدوان في غزة حرب مفتوحة في غزة وفي اليمن وفي كل ما وفي ديبيا إلينا تسير مصر يعني ثم مهددة في قوتا يعني كما يقال مصر هيبة النيل يعني أهم يعني مورد وأهم مكون لحياة المصريين حياتهم وموتهم في حقيقة الأمر محدد الوجود هو مياه النيل الآن المصريون مهددون أبو العطاش يعني فمشكلة كبيرة طيب دكتور أنا الحياة كنت عايز أكمل معاك وأروح لليبيا وبتعلك للأسف الوقت بيخلص فلازم أخذ واختم مع حضرتك بتونس باعتبار ما يجري في تونس طيب من الأول على الشيخ راشد كيف حالته هل هناك احتمالات الخروج ثم قل لنا ما المخرج من هذا المأزق الذي وضع فيه التوانسة أنفسهم بأنفسهم بهذا الرجل الذي يقبع في الزيتون طبعا الشيخ راشد الحمد لله يعني صحته بخير يعني طبعا في سنه رجل ثمانيني ولكنه إيمانه وعزيمته قوية الحمد لله يعني لا يضيع دقيقة واحدة من وقته يقضي وقته في السجن بين العبادة وبين القراءة والتفكير أيضا يتابع أيضا الشأن السياسي التونسي وحتى العالمي ويعني أصدر حتى ما وقفه بيانات في موضوع غزة وفي القضية الفلسطينية يعني تم تسريبها من داخل السجن تونس تعيش ما احنا مثل ما تعيش مصر يعني بقينا تقريب احنا تقريب ثمانية وتسع سنوات نجدف ضد التيار العام في المنطقة يعني انقلابات وثورة مضادة في المنطقة يعني تمكننا من تمديد عمر الثورة والديمقراطية التونسية لكن جاء رجل مخادع ومخاتل يعني ينقضى على الثورة من داخل الثورة في حقيقة الأمر ربما هذا الفرق بين السيسي وبين قيس سعيد السيسي ثورة مضادة منذ البداية أعلن على ذلك ورجل عسكري السيسي جاء سعيد جاء بشعارة ثورية الشعب يريد والرجل يريد التغيير وكله كذب يعني كما يقول تونسي كذب ببلوت ما فيه ولا شيء يعني هو ثورة مضادة ومتحارف مع معسكر الثورات المضادة يبيع الشعارات ويبيع الأوهام تونس مثل مصر بالأسوأ من مصر في حقيقة الأمر هي خريط مركب من الأزمات يوم المرة تونسي يقف في طوابير طويلة من أجل الخبز ومن أجل معناها المواد الغذائية الأساسية ما حصلش هذا منذ بداية الاستقلال نعم الأوضاع المعيشية صعبة وصعبة جدا القدرة الشرائية للمواطن تتدهور يوم بعد يوم الغلاف الأسعار يعني أزمات في جميع المستواتل أزمة مالية أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية أزمات سياسية الرجل تقريب يعني استدارة وضرب تقريب الأحزاب ما فيش أحزاب الآن تقريب مع قيس سعيد ضرب المنظمات والنقبات ضرب الصحفيين ضرب المحامات يحكم بالبلطجة وبالقوة الأمنية وليس أكثر من ذلك يعني إلى أين ستتجه تونس ما أعرف وأنا متأكد منها هذا الوضع لا يحتمل مقاومة الاستمرار الطويلة يعني البلد في أزمة وأزمة خانقة على جميع المستويات وتونس ما يشمصر ما معناه ما يشمصر مصر فيها مؤسسة عسكرية يعني سيطرة على الوضع والسيس يحكم بقوة الجيش في تونس صحيح أن المؤسسة العسكرية والقوة الصلبة يعني بشكل أو بآخر ربما يعني سائرة قيس سعيد باعتبار القائد الأعلى للقوة المسلحة ولكن تقديري لا تستطيع أن تستمر طويلا في دعم هذا الرجل لأنه البلد في مأزة كبيرة والدليل على ذلك نسب المشاركة في الانتخابات يعني تراوحة بين 5% و 12% يعني الآخر انتخابات هذه المحلية فيها 11% يعني ذلك تقريب 90% متواسة إذا صدقنا هذه الأرقام الكثير من المراقبين يعرفون فيها مبالغة يعني ليست صحيحة و ليست دقيقة معنى ذلك 90% متواسة قاطعوا هذا المسار وميسبب خارطة الطريق التي شكلها قيس سعيد يعني هو رجل عنده قدرة عجيبة وهائلة على التفكيك يفكك المفكك يعني يخرب كل المؤسسات وكل الهياكل اللي تفكيناها بعد الثورة كيف سيتم تغييره يا دكتور الانتخابات أعتقد أنه استوعب الدرس وسيقوم بتزويل الانتخابات يعني هذا التحدي الآن ولذلك المعركة الأساسية الآن لتخوض القوى السياسية والاجتماعية هو كيف نضمن نفرض عليه انتخابات حرة و نزيحة وبعد ذلك لكل حادث حديث لا المعركة الأساسية كيف يشكون انتخابات تنافسية ما يكونش فيها تدخل لأجهزة الدولة وتفرض هذه الانتخابات حتى يتطاع فرصة التغيير للتونسيين عبر صراديق الاقتراع فيه شيء من الأمل في هذا شيء من الأمل ليس في قيس سعيد ولكن في التوازنات السياسية وفي الوضع الذي صنعته الثورة لأن تونس لم تنتقل إلى وضع قمعي بالكامل مش لأن قيس سعيد ليس ديكتاتور ليس قمعي لكن المكتسبات التي زرعتها الثورة في الواقع و في نفسه التونسيين ما زالت فاعلة التوانس ينتقد الحاكم في مجالسهم الخاصة والعامة و في المقاهي يعني يخرج من حين لآخر أيضا للشارع هو نفسه مزيج مركب من القمع وفي بعض الأحيان يضطر أنه يسيب بالنسبيا يعني قدر من الفسحة يرخي الحبل أو يرخي الخيط حتى يعني ينفس الأوضاع فالمعركة الأساسية الآن كيف نذهب سنة 2024 سنة انتخابية الانتخابات حرة ونازية هذا هو التحدي وهذا هو الإشكال الآن شكرا جزيلا دكتور رفيق نورتنا الحقيقة واستمتعنا باك بالحوار وأعتقد المشاهدين كانوا متابعيننا لآخر لحظة